اشتركوا في القناة صلى الله عليه وسلم يطيب لي ويسعدني ويسرني أن أفتتح وأدشن وأشارك في انطلاقة هذه الدورة العلمية الصيفية المعنونة والموسومة بإذكاء القرائح في أحكام الجوائح جائحة كورونا الموذجا شاكراً الله عز وجل على فضله ونعمه ثم شاكراً لولاة أمرنا حفظهم الله ما يجده الحرمان الشريفان من عناية ثائقة ورعاية جليلة وتتجسد العناية العلمية وإحياء رسالة الحرمين الدعوية والتوجيهية العالمية والحضارية في مقدمة الأولويات والجهود التي تقدمها القيادة الرشيدة للمسلمين في كل مكان فجزى الله ولاة أمرنا خير الجزاء وبارك في جهودهم فإن القائمين على هذه الدورة والمشاركين فيها من أصحاب المعالي والفضيلة من أعضاء هيئة كبار العلماء ومن أئمة وخطباء الحرمين الشريفين لهم من الرئاسة الشكر والتقدير والدعى بأن يثيبهم الله على هذه الجهود المباركة وللإخوة المتلقين والمتابعين لهذه الدورة عن طريق المنصة الافتراضية والتقنية والجهود الألكترونية والتقنية في بث هذا الخير وهذا العلم للمسلمين جميعا وللعالم أجمع بلغاتهم حتى يستفيد الجميع في بيان الإحكام الشرعية المتعلقة بهذه الجائحة والمسائل العقدية والفقهية والمقاصدية وأيضا ما جاءت به الشريعة من اليسر ورفع الحرج والكمال والشمول والعناية بفقه النوازل والجوائح فإن الشريعة الإسلامية جاءت شاملة كاملة اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينة هذه الجائحة مرت على العالم أجمع واستفاد منها خلق كثير في دروسها ومنافعها ومواقفها وعبرها وما تتطلبه منا من وقفات أهمها تحقيق التوحيد والعناية بالتوكل على الله عز وجل وحسن الظن به والاعتماد عليه ومنها أيضا الإيمان بقضاء الله وقدره وأن ما يحصل في هذا العالم إنما هو بإرادة الله عز وجل فيدفع ذلك العبادة إلى توحيد الله وإخلاص الدين له والإقبال عليه سبحانه والتوكل والاعتماد عليه وحسن الظن به والإلمام بفقه وأحكام هذه النوازل المتعلقة بالصلوات والمتعلقة أيضا بالتعامل الفقهي والمقاصد لأنها تتطرق إلى مقصد من مقاصد الشريعة وهو حفظ النفس والصحة والمهج والأرواح وسلامة العباد والمكلفين حتى يؤد عباداتهم والقيام بفرائض الله عز وجل على ما شرع الله سبحانه وسن رسوله عليه الصلاة والسلام بلاد أنا المملكة العربية السعودية قامت بجهود عظيمة في التصدي لهذه الجائحة أخذا بالأسباب الشرعية والصحية والأمنية في هذا المجال فإن الأخذ بالأسباب لا ينافي التوكل على الله عز وجل ونحمد الله تبارك وتعالى أن وفق حكومة هذه البلاد المباركة بلاد الحرمين الشريفين للقيام بالتصدي لهذه الأزمة وهذه الكارثة وهذه الجائحة بمنهج فريد وأثبتت المملكة العربية السعودية أنها تدير الحوادث والكوارث والأزمات والطوارئ والمخاطر بكل كفاءة واقتدار بفضل ما من الله عليها من التمسك بالعقيدة والشريعة لأن الشريعة جاءت بالأخذ بالأسباب ولهذا بذلت الدولة جهوداً عظيمة يحسن في افتتاح هذه الدورة العلمية عن هذه الجائحة أن تطرق إلى شيء من جهود المملكة العربية السعودية عامة وجهود الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بحكم إشرافها على شؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي على سبيل الخصوص أيها الأخوة الكرام هذه الجائحة مرت علينا بأشهر عدد وكان هناك الحقيقة جهود من المملكة العربية السعودية حيث بذلت رعاها الله بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وسموي ولي عهد الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز حفظهم الله جهوداً كبيرة في التصدي لهذه الجائحة المعروفة بفيروس كورونا المستجد بدأت مع اتخاذ القيادة الرشيدة رعاها الله منذ حصلت هذه الجائحة قرارات استثنائية وتدابير احترازية وإجراءات وقائية صالمة منذ الإعلان عن ظهور الإصابة بهذا الفيروس الخطير ومع الامتنان لهذه الحكومة الرشيدة إلا أن أيضاً تفاعل الجميع وتجاوب المواطنين والمقيمين في أيضاً رفع مستوى الوعي والتجاوب مع هذه القرارات كان له الإسهام الكبير في التصدي لهذه الجائحة لعلي أركز الحديث عن جهود المملكة العربية السعودية هناك جهود عقدي وعلمي وشرعي وفقهية من قبل علمائنا الأجلاء حفظهم الله على رأسهم سماحة المفتي وأعضاء كبار العلماء فقد أبانوا الأحكام الشرعية المتعلقة بهذه الجائحة كذلك هناك جهود أمنية قام بها رجال الأمن يشكرون عليها وأيضاً جهود صحية قام بها أبطال الصحة وتعاون الجميع على التصدي لهذه الجائحة حتى حققت المملكة العربية السعودية الأنموذج الاستثنائي والفريد في التصدي لهذه الجائحة الخطيرة لقد صدر الأمر السامي الكريم بتشكيل لجنة متخصصة تعنى بمتابعة مستجدات هذه الجائحة ضمت في عضويتها أربعة وعشرين جهازاً حكومياً من قبل وزارة الداخلية ووزارة الصحة وقد مكنتها القيادة الرشيدة من اتخاذ الخطوات المطلوبة والاحتياطات اللازمة لمواجهة هذا الوباء والحد من تفشيه وقد بلغت الحقيقة الوفيات والحالات مبلغاً كبيراً إلا أن حالات التعافي والتشافي من هذا الفيروس كانت ولله الحمد والمنها أيضاً مضرب المثل وما ذاك إلا للجهود والأسباب التي بذلت بعد توفيق الله تبارك وتعالى ونحمد الله تبارك وتعالى أننا نعيش هذه الأيام عودة الحياة إلى طبيعتها ورفع المنع والحضر وعودة الموظفين إلى مقار أعمالهم ومع هذا العودة بحذر قال الله عز وجل يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا خُذُوا حِذْرَكُمْ فأخذوا الحذر والاحتياط من الشريعة ومما أيضاً نصت عليه الأدلة الشرعية في السمع والطاعة لولاة الأمر قال الله عز وجل يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولُ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ومن القواعد المقررة في الشريعة أن حكم الراعي في الرعية منوط بالمصلحة فولي الأمر أدرى بمصالح الناس ولهذا إذا سن الإجراءات والأنظمة فيجب على الجميع السمع والطاعة والالتزام والتجاوب في تحقيق المصلحة العامة ولهذا فإن من المصلحة العامة والحفاظ على صحة الناس وأنفسهم وسلامتهم عدد من الإجراءات المهمة التي حصل منها الخير الكثير ولله الحمد والمنة في الحد من انتشار هذه الجائحة ولعلي بشكل نقاط مختصرة أركز على بعض الجهود والتدابير التي بذلتها المملكة العربية السعودية في التصدي لهذه الجائحة منها تعليق الدخول إلى المملكة للعمرة للعمرة والزيارة وهذا في الواقع ما يسميه أهل العلم بالحجر الصحي ولهذا جاء في الحديث إذا سمعتم بالطاعون في أرض فلا تدخلوها وإذا وقع في أرض وأنتم فيها فلا تخرجوا منها كل ذلك لعدم نشر العدوى فلهذا المملكة وفقت في تعليق العمرة والزيارة والمجيء إلى المسجد الحرام والمسجد النبوي إلا بأعداد محدودة كل ذلك حفاظا على مصالح الناس وأنفسهم وصحتهم ومنها تعليق الصلاة في المساجد على فضل وأهمية ومكانة صلاة الجمعة والجماعة إلا أن الحفاظ على النفس والحفاظ على الصحة أهم لأن ذلك يتعلق بمقصد الشريعة هو حفظ النفس والله عز وجل يقول ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيم وجاءت الشريعة بدرء المفاسد وأنها مقدمة على جلع بالمصالح ودفع الضرر لا ضرر ولا ضرار وأن المشقة تجلب التيسير ومن القرارات الرائدة تعليق الدراسة تعليق الدراسة والتعليم الجامعي والاكتفاء به عن بعد إعداد برامج بلغت تكلفتها أكثر من خمسين مليار لتخفيف آثار مكافحة الفيروس على القطاع الخاص تعليق الحضور لمقرات العمل في الجهات الحكومية وتعزيز العمل عن بعد وهذا من نعمة الله عز وجل علينا بهذه اتقانة واستثمارها في أداء أعمالنا والقيام برسالتنا في كل المجالات إغلاق الأسواق والتجمعات التجارية ومنع التجمعات في الأماكن العامة لأن المخالطة والتجمعات سبب كبير في انتشار العدوى والله عز وجل أمرنا باتخاذ الأسباب والنبي عليه الصلاة والسلام قال لا عدوى ولا طيرة وقال في موضع آخر وفر من المجذوم فرارك من الأسد وقال لا يورد ممرض على مصح كل ذلك من أجل عدم نقل العدوى وهذا هو الجمع بين حديث لا عدوى ولا طيرة وبين حديث فر من المجذوم فرارك من الأسد وأن المراد أنه لا عدوى مؤثرة إلا بإذن الله ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ولهذا فمع توكلنا على الله نأخذ بالأسباب ومنها مثلا عدم المصافحة والملامسة والتباعد الجسدي ولبس الكمامات وتغطية الأنف والفم والتباعد الجسدي حتى في صلواتنا وفي مقر أعمالنا الاكتفاء برفع الأذان مع تعليق الحضور للجمعة والجماعة الأمر الملكي بمنع التجول كل ذلك لمصلحة الناس ومصلحة الرعية فلهذا تشكر الحكومة الرشيدة على اتخاذ هذه القرارات وقد أسهمت في الحد من انتشار هذا الفيروس وأيضا يشكر رجال الآمن على جهودهم في نقاط منع التجول والتفتيش لحضر يعني خروج الناس من مساكنهم وأيضا منها البقاء في المنزل والقرار في البيوت وكم كان لهذا أثره الاجتماعي والتربوي ومعرفة مكانة البيوت والجلوس مع الأبناء وتربيتهم التربية الصحيحة من جهود المملكة العربية السعودية في ظل هذه الجائحة أندعت إلى عقد قمة استثنائية افتراضية لمجموعة العشرين رأسها خادم الحرمين الشريفين حفظه الله لاتخاذ السبل لمواجهة هذا الفيروس وكان له أثر كبير جدا في تعزيز القرارات والجهود العالمية والدولية للتصدي لهذا الفيروس وهذه الجائحة وكان للمملكة العربية السعودية السبق كعادتها والمبادرة في هذا المجال ومن الجهود تعليق الرحلات الجوية الدولية والداخلية ونشاط القطارات والحافلات وسيارات الأجرى حتى إشعار آخر عاشرا بأمر خادم الحرمين الشريفين تقديم خدمات العلاج المجاني لجميع المصابين بفيروس كورونا من المواطنين والمقيمين وأيضا حتى مخالفين نظام الإقاة وهذا يأتي من محور الإنسان أولا عناية الدولة بالإنسان انطلاقا من عناية الشريعة قال الله عز وجل ولقد كرمنا بني آدم والمملكة رائدة في تطبيق حقوق الإنسان انظر في هذه الجائحة العالم من حولنا ونحن نتابع ونرى كيف تميزت المملكة العربية السعودية بقيادتها الرشيدة وبشعبها الوفي في هذا التلاحم الوطني والوحدة الدينية والوطنية والإنسانية والشرعية في العناية بالإنسان والمواطن والمقيم في تحقيق صحته وأيضا التأكيد على أن صحة الإنسان أولا وأنه لا شيء مقدم على صحة المواطن والمقيم فجزى الله ولاة الأمر خير الجزاء تمكين بعض الوافدين استجابة لرغباتهم العودة إلى بلدانهم في ظل الأوضاع الراهنة التي تعيشها كافة دول العالم منع التجول في أرجاء مدينة مكة والمدينة على مدى 24 ساعة حتى إشعار آخر وقد تم لله الحمد للمن رفع الحظ بأمر خادم الحرمين الشريفين الحكومة تتحمل 60% من رواتب موظفي القطاع الخاص السعوديين في المنشآت المتأثرة انظر على سبيل المثال عناية الدولة بالقطاع الخاص وموظفيها لأنهم أبناء هذه البلاد المباركة فجزى الله ولا تأمرنا على ذلك خير الجزاء وأيضا من أوجه العناية ما شهدته سفارات المملكة العربية السعودية وأيضا الذين تعلقت رحلاتهم ثم فتح المجال في مجيئهم كيف أكرموا وكيف سكنوا في أحسن الفنادق وكيف جاءوا في الطيارات وعني بهم عناية خاصة بأمنهم الصحي وأمنهم الغذائي وأمنهم الاجتماعي ولهذا أيضا هذه لفتة مهمة جدا لأن هذه الدولة حدبة حانية على رعاياها وأبنائها والمقيمين فيها في وقت قد لا يوجد هذا في أي مكان في العالم وهذا بفضل هذه العقيدة والشريعة التي يلتزمها ولاة الأمر حفظهم الله تعالى بأمر خادم الحرمين الشريفين الحكومة تتحمل ستين بالمئة من رواتب موظف القطاع الخاص أيضا تمديد دعوة المقيمين والوافدين من خارج المملكة بدون مقابل وبدون رسوم الأمن الحقيقة له جهود مباركة في إطلاق نظام التصاريح والتنقل بين المناطق وأيضا المبادرات الأمنية والصحية كمثل تطمن وتوكلنا وغيرها كلها من الجهود المباركة التي يشاد بها للتيسير على أصحاب الحالات الإنسانية والطارئة إطلاق الخدمات الإلكترونية لتمكين المواطنين الراغبين في العودة إلى المملكة البدء في إجراءات سفر المعتمرين المتأخرين عن المغادرة من مطار الملك عبد العزيز في جدة منع التجول على مدار 24 ساعة في عدد من مدن المملكة الأماكن والأحياء المعزولة التي حصل فيها كل ذلك لسلامة المواطنين والمقيمين من أن ينتشر هذا الوباء صدور الأمر الملكي بتعليق تنفيذ الأحكام القضائية المتصلة بحبس المدين لقضايا الحق الخاص وتعليق تنفيذ أحكام قضايا الزيارة والرؤية أيضا صدور أمر خادم الحرمين الشريفين بالموافقة على تمديد العمل بمنع التجول خادم الحرمين الشريفين يصدر أمره الكريم بالموافقة على حزمة من المبادرات الإضافية لمكافحة الجهود في دعم التصدي لهذه الجائحة وتعجيل أيضا مستحقات القطاع الخاص في ذلك نقل جميع الطلاب والطالبات للصفوف الدراسية التي تلي صفوفهم الحالية واستمرار عملية التعلم والتعليم من بعد وأيضا تخطي هذه المرحلة مما كان له أكبر الأثر في نفوس الطلاب المملكة تعلن عن مساهمتها بمبلغ خمسمائة مليون دولار لمساندة الجهود الدولية للتصدي لجائحة فيروس كورونا دعم المملكة لمنظمة الصحة العالمية صدور الموافقة الكريمة على رفع منع التجول بشكل كامل في جميع مناطق المملكة يوم الأحد 29 عشرة وعودة الحياة الطبيعية بفضل من الله تبارك وتعالى ثم بجهود هذه الدولة المباركة تم الإعلان عن استقبال المملكة العربية السعودية لضيوف الرحمن وإقامة الحج لهذا العام بأعداد الرمزية ومحدودة جمعاً بين الحفاظ على مصلحة المسلمين وأيضاً إقامة هذه الشعيرة لأن هذه الشعيرة شعيرة الدين ورسالة الدولة أيضاً لا بد أن نشيد بالجهود الصحية هناك جهود خاصة بالقطاع الصحي منها تخصيص 25 منشأة صحية للتعامل مع الحالات المؤكدة من الفيروس وأيضاً العناية المركزة وغرف العزل والعناية بالعمالة والعمال والحرص عليهم وعلى تعقيمهم وتعقيم مساكنهم ومنها أيضاً توفير الأدوات الصحية الواقية من العدوى القفازات الكمامات ومنها أيضاً العناية بالأمن الغذائي وأمن الاحتياج في كل الحاجيات وفي كل المجالات فلم يكن هناك أي أزمة غذائية ولا صحية ولا يعني تجارية وهذا ولله الحمد والمنة من فضل الله عز وجل ثم الجهود المباركة المختبرات الوطنية الحريصة على الفحص للمواطنين وللمقيمين وهذا ولله الحمد والمنة بشكل مكثف ومستمر إجراء أكثر من 180 ألف فحص لهذا الفيروس أيضاً عدد المستفيدين من خدمة التعقيم الذاتي 414 ألف مستفيد إجمال عدد الإصابات وأيضاً يعني الإجابات والبلاغات بأعداد مذهلة ولله الحمد والمنة يقوم المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها بعدد من الجهود منها القيام من خلال المختبرات بعمل الفحوص المهمة والحقيقة أن أبطال الصحة ورجالاتها الأماجد والأشاوس ضربوا أروع الأمثلة في التصدي لهذه الجائحة فلهم منها الشكر والتقدير والدعا وكذلك الممارسون الصحيون الحقيقة هناك جهود لعل أقف عند جهود الرئاسة بحكم الإشراف المباشر جهود الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبع قامت الرئاسة العامة بجهود مباركة انطلاقاً من جهود هذه الدولة الموفقة في التصدي لهذه الجائحة مع أن الحرمين الشريفين ولله الحمد والمنا لم تعلق فيهم الصلاة ولم يتأثر الحضور إلى الحرمين الشريفين بل أقيمت ولله الحمد والمنا شعائر الصلوات الجمع والجماعات وصلاة التراويح والقيام في شهر رمضان المبارك وكان له كبير الأثر في نفوس المسلمين وهذا من مآثر هذه الدولة المباركة ومفاخرها وتجسيد خدمتها الحقيقية للحرمين الشريفين فبادرت الرئاسة بما يلي منذ الإعلان عن الجائحة إغلاق أبواب المسجد الحرام بعد صلاة العشاء بساعة وإعادة فتحها قبل صلاة الفجر بساعة وكذلك في المسجد النبوي إعداد التقارير المرئية لتوضيح آلية العمل بالنظافة والتعقيم لحظة إغلاق الحرمين إلى إعادة فتحهما إغلاق التوسع السعودية الثالثة وإغلاق السطح والقبو وإغلاق جميع أبواب الحرمين الشريفين غير الرئيسية رفع السجاد من أرضيات الحرمين الشريفين وساحاتهما حرصا على عدم انتشار الفيروس قصر المدة بين الأذان والإقامة وجعل مدتها عشر دقائق وكذلك قصر خطبة الجمعة على ربع ساعة غسل المسجد الحرام عشر مرات يوميا بعدد ثلاثة آلاف خمسمائة عامل يوميا واستهلاك ما يقارب تسعين ألف لتر ماء يوميا واستخدام تسع ثمانين آلة غسيل تعقيم أربعمائة وخمسين عاملا لتعقيم المسجد الحرام باستهلاك ألف وثمانمائة لتر يوميا من المعاقمات عدا ما يكون في المسجد النبوي من مثل ذلك توفير ثلاثمائة جهاز تعقيم عند الأبواب وداخل الممرات وفي جنبات الحرم إطلاق ثلاث مبادرات نوعية تهدف لتعزيز الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار الفيروس منها مثلا معا محترزون جميعا حذرون إغلاق المشربيات في ماء زمزم وتوزيع العبوات المعقمة للمصلين تعقيم أنظمة التكييف والتهوية توزيع عبوات التعقيم في المداخل والممرات مضاعفة عدد المرات التي يتم فيها غسل صحن المطاف والأسطح وغسل وتعقيم دورات المياه الفحص المستمر للعمالة قبل دخولهم للمسجر الحرام وهذه جهود يعني الحقيقة تقوم بها الرئاسة بتوجيهات ولاة الأمر حفظهم الله وأيضا لزملائنا في الأمن ولزملائنا في وزارة الشؤون الإسلامية ولزملائنا في وزارة الصحة وجميع الجهات ذات العلاقة والجهود الإنسانية للمملكة من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة في التصدي لهذه الجائحة حيث قدم دعما ماليا قدر عشرة ملايين دولار لمنظمة الصحة العالمية وقام المركز بتقديم حزمة من المساعدات والمستلزمات الصحية والطبية للصين ولغيرها من الدول المتضررة وأيضا العناء بالخطط والتدابير الوقائية وسعى مركز الملك سلمان للإغاثة ومن خلال مشاريع مدروسة تنفذ على وجه السرعة في اليمن الشقيق كل ذلك لمكافحة هذه الجائحة بما مقداره أكثر من ثلاثة ملايين دولار أيضا المركز مهتم بإقامة مشاريع بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية واللقاحات بمبلغ عشرة ملايين مع التأهو بالدائم وتشخيص الحالات وتجهيز غرف العزل تنفيذ حملات توعوية وتثقيفية للأيتام في اليمن وأسرهم للوقاء من فيروس كورونا قام المركز بالتنسيق مع وزارة الصحة الفلسطينية في حصر الاحتياجات الضرورية لتأمينها من قبل الوزارة لمواجهة هذا الداء الخطير هذه إلمامة ببعض الجهود التي قدمتها المملكة العربية السعودية خلال هذه الجائحة وهذا فضل من الله تبارك وتعالى تبوأته المملكة العربية السعودية في مثل هذه الأعمال الجليلة ولا غروة فهي رائدة القيام والعناية بقضايا الإسلام والمسلمين بل والإنسانية والعالم أجمع فإسهاماتها الإسلامية والإنسانية والعالمية والحضارية والصحية تذكر فتشكر جعلها الله في موازين خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين وجزاهم الله خيرا في الختام أرفع الشكر باسمي واسمي علماء وأئمة الحرمين الشريفين والمدرسين والمشاركين في هذه الدورة ومنسوب الرئاسة والوكالة أسمى آية الشكر والتقدير مضمخة ومعطرة بالدعوات الصادقة ومؤرجة لمقام ولي أمرنا حفظه الله وولي عهده على هذه الجهود المباركة جعلها الله في موازين أعمالهم الصالحة ولسمو أمير منطقة مكة المكرمة وسمو أمير منطقة المدينة المنورة وسمو نائبيهما حفظهم الله الشكر والتقدير على الجهود العظيمة في التصدي لهذه الجائحة في مكة المكرمة والمدينة المنورة وجزا الله أماء راءنا في كل مناطق المملكة على ما يقومون به من جهود مباركة والشكر موصول لرجال الأمن الذين ضربوا أروع الأمثلة في القيام بمسؤولياتهم ولأبطال الصحة في الاضطلاع بأماناتهم في الحفاظ على الصحة العامة والحمد لله ثم الحمد لله في بدء ومختتم والشكر لله أن أعطى وأن وهب تقشعت سحب هذه الجائحة لكن لازلنا نحتاط ونأخذ بالأسباب حتى يتم الإعلان النهائي عن زوال هذه الجائحة فأوصي نفسي وإخوتي بتقوى الله عز وجل وتحقيق التوحيد له ولزوم سنته والسير على منهج السلف الصالح رحمهم الله والولى والانتمع لهذه الدولة المباركة ولعلمائها الميامين وأيضا الأخذ بالاحترازات والتدابير الوقائية فلا يستعج المجازفون ولا مستهترون ولا متهورون لا تهمهم مصلحتهم ولا مصلحة الناس فيجب علينا أن نتعاون وأن نتكاتف والحمد لله أن نسبة الوعي كانت رائدة وأنموذجية والجميع ولله الحمد والمن متفان في تطبيق هذه الإجراءات وأيضا شكر وتقدير لمرتاد الحرمين الشريفين من المصلين فيهما على التزامهم بالتباعد الجسد والاحترازات والتدابير الوقائية ولبس الكمامات وأيضا الشكر موصول للذين حبسهم العذر عن الوصول للحرمين الشريفين والعمرة والزيارة فهم معذورون مأجورون ولله الحمد والمن وإن شاء الله يكتب الله أجر حرصهم على العمرة والزيارة والصلاة في الحرمين الشريفين والحمد لله أن شريعتنا شريعة اليسر والسماحة ورفع الحرج ونسأل الله بأسماءه الحسنى أن يرفع هذه الجائحة عن بلادنا وعن بلاد المسلمين وعن العالمين أجمعين حفظ الله بلادنا درة الأمصار وشامة الأقطار من كل سوء ومكروه ورفع هذا الوباء عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء والرباء والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا وعن سائر بلاد المسلمين والعالمين أجمعين اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام اللهم اكشف عنا كورونا وارفع عنا كورونا يا ذا الجلال والإكرام واشفي مرضانا وأدم الصحة والعافية على المسلمين جميعا وعلى العالمين وعلى المتعافين واكتب لهم الأجر يا رب العالمين وارحم من مات في هذه الجائحة وموتى المسلمين اللهم إنا نسألك أن تديم الصحة والعافية والأمن والأمان والصحة والسلامة على أبناء هذه البلاد المباركة وأبناء المسلمين جميعا يا أكرم الأكرمين اللهم اكشف الغمة عن هذه الأمة اللهم اكشف الغمة عن هذه الأمة وزد بلادنا أمنا واستقرارا وإيمانا وسلاما وصحة وأمنا في كل المجالات يا ذا الجلال والإكرام واجعلها سخاء رخاء واحفظ علينا عقيدتنا وقيادتنا وأمننا ورخاءنا واستقرارنا وسائر بلاد المسلمين والعالمين أجمعين وشكرا لطلاب العلم والمتابعين لهذه الدورة العلمية الصيفية من خلال هذه المنصات الإلكترونية وأختم بالشكر لله عز وجل كما بدأناه ثم لولاة أمرنا ولأصحاب المعالي والفضيلة المشاركين فيها وإن شاء الله أيضا هناك جوائز قيمة ومكافآت تقدمها الرئاسة بعد اجتياز هذه الدورة للمتميزين ولمتنافسين فيها من طلاب العلم وسيكون هناك لجنة مختصة علمية في هذا المجال وأيضا نوجه بجمع هذه الكنوز العلمية في أحكام هذه الجائحة وهذه الدورة وما يثري به أصحاب المعالي والفضيلة من دراسة الأحكام لهذه الجائحة ونوصي بأنها تنشر وتوزع وتترجم للغات العالم فهي تترجم مدى سماحة ديننا وشموله ويسره وجهود دولتنا المباركة في هذا المجال وفي سائر المجالات وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه ورزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح ولا أنسى أن أشكر جنودا مجهولين خلف هذه الكاميرات وخلف التقانة بذلوا جهودا مباركة من رجال الإعلام والعلاقات والتقنية واللغات في الرئاسة وفي الوكالة فجزاهم الله خيرا ويا بشراهم بالأجور العظيمة في كل من استفاد من هذه الدورة ومن علمها وفقها وأحكامها وما فيها من مسائل عقدية وعلمية الناس بحاجة ماسة إليها ولا سيما في مثل هذه الظروف وقد أثبتت هذه الجائحة مدى أهمية احتياج الناس إلى العقيدة وإلى قوة الإيمان وإلى العلم بالأحكام الشرعية فالناس يعني بعضهم بين متوكل يزعم التوكل وهو تواكل ولا يأخذ بالأسباب وفي الناس أيضا مجازفون ومستهترون بالأسباب وهناك أيضا منهم لا يعرفون الأحكام المتعلقة بالطهارة ولا بالصلوات ولا بالقيام بشعائل الإسلام المتعلقة بالنوازل والجوائح فتأتي هذه الدورة لتثري عقولهم وأفكارهم وتروي قلوبهم من العلم النافع في مثل هذه المسائل المهمة المحفوفة بشرف الزمان في الأشهر الحرم وأيضا بشرف الزمان في رحاب الحرمين الشريفين وانطلاقة هذه الدورة العلمية المباركة رزق الله الجميع العلم النافع والعمل الصالح وإلى أن نلتقيكم على خير دائما في مناشط وحراك وجهود وإنجازات الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي أترككم في رعاية الله وحفظه داعيا لكم بالتوفيق والسداد وأن تفيدوا من هذه الدورة وأن تنال هذه الدورة رضى الله عز وجل أولا ثم تبرئ الذمة في قيام المسؤولين بدورهم وواجبهم تجاه توعية وتثقيف المسلمين جميعا في فقه هذه الجوائح والنوازر واجزى الله ولا تأمرنا على دعمهم ورعايتهم وعنايتهم فلولا فضل الله ثم دعمهم ورعايتهم ما حصل هذه الجهد وهذا الخير العظيم الذي من خلاله تقام مثل هذه الدورات المباركة وأيضا في استثمار اتقانه في نشر رسالة الحرمين الشريفين شكر الله للجميع جهودهم ونلتقيكم دائما على خير نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة